بعد مرور أربع سنوات على التدخل الخليجي في اليمن هل نجحت عاصفة الحزم في تدمير القدرات التسليحية لميليشيا الحوثي؟ مراكز البحوث الأجنبية تشكك في ذلك فهذه الميليشيا لا تزال تمتلك قدرات صاروخية فضلاً عن كونها أضحت تصنع متفجرات محلية بماكينات ذات مكونات إيرانية المنشأ فوفق تقرير حديث أصدره مركز بحوث مراقبة التسلح البريطاني يمتلك الحوثيون ماكينات لإنتاج العبوات الناسفة وكافة أنواع الألغام خصوصاً الأرضية والتي زاد استخدامها بكثافة بعد التقدم الذي أحرزته قوات التحالف في المعارك الأخيرة المركز البريطاني وثق استخدام الحوثي لألغام بحرية مصنعة محلياً ومنظومة صواريخ مطورة وأجهزة تفجير تعمل على الأشعة تحت الحمراء وقنابل محسنة ونظام صاروخي جوي محمول بالإضافة إلى عبوات ناسفة وجدت على الصخور في تعز والحديدة الأبحاث العسكرية التي قام بها المركز البريطاني منذ أبرير 2017 أكدت أن الألغام الأرضية استخدمت حصرياً من قبل الحوثي ولم يسبق أن استخدمتها قوات الشرعية أو التحالف واللافت في الأمر إشارة التقرير البريطاني إلى أن مثل هذه الألغام استخدمت من قبل حزب الله بلبنان وتنظيم داعش في سوريا والعراق الإنتاج المحلي المتنامي للألغام الحوثية بات بحسب التقرير البريطاني يشكل تهديداً مستمراً لليمنيين لكن الأمر المخيف هو تأكيد التقرير على أن هذا التهديد قد يستمر فترة طويلة حتى بعد انتهاء الحرب